بعد أربع سنوات من الحرب تبدو أنظار المجتمع الدولي مركزة على مخاطر تدخل التحالف من أجل إعادة الشرعية في اليمن إذ وصف التقرير النهائي لفريق الخبراء الدوليين التابع لمجلس الأمن ما تمارسه الإمارات في اليمن بالأعمال العدائية المسلحة ضد الحكومة اليمنية عن طريق أدواتها السياسية والعسكرية المتمثلة بالمجلس الانتقالي وقواته المسلحة التقرير الأممي اتهم رئيس المجلس عيدروس الزبيدي وبجانبه مدير أمن عدن بالتورط في الهجوم الذي استهدف قوات الحماية الرئاسية في يناير من العام الماضي تدهور الأوضاع في عدن وتنازع السيطرة عليها من قبل قوات مسلحة مدعومة من الإمارات تسبب في فشل الحكومة الشرعية في إدارة البلاد وعدم سيطرتها على المحافظات الجنوبية كما جاء في التقرير الدعوات المتكررة لأبوظبي بضرورة الالتزام بأهداف التحالف لم تلقى استجابة تذكر بل عمدت مؤخرا إلى محاولة توسيع خارطة وجودها إلى حضر موت حيث يرى مراقبون أن استعراض المجلس الانتقالي لقواته في حضر موت بتلك الطريقة لم يكن ليحدث لولا وجود ضوء أخضر من التحالف والذي يهدف بطبيعة الحال إلى تقويض سلطة الشرعية هناك ترجمة نانسي قنقر